خلينا نبدأ النهاردة برنامج هذا الصباح كالعادة بالأرصاد الجوية وحالة الجو النهاردة بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء تقص مائل للحرارة على السواحر الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد وسيكون هناك ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا وبتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وبتظهر الصحب المنخفضة والمتوسطة على السواحر الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وبالنسبة لحالة البحر المتوسط بتكون معتدلة وهناك ارتفاع لإنموغ به من متر ونص أو من متر ونص عفوا إلى مترين والرياح السطحية بتكون شمالية غربية أما حالة البحر بتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونص والرياح السطحية بتكون شمالية غربية ودلوقتي حنسيبكم مع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على عدد من مدن ومحافظات مصر وعدد من العواصم العربية والعالمية القاهرة الكبرى 37 والصغرى 25 درجة مئوية أما الأسكندرية ف32 الكبرى والصغرى 26 درجة مئوية شرم الشيخ 39 الكبرى و30 الصغرى أما أسوان ف42 درجة مئوية الكبرى و29 درجة مئوية الصغرى الوادي الجديد 40 درجة مئوية الكبرى و27 درجة مئوية الصغرى درجات الحرارة في بعض العواصم العربية الرياض 45 درجة مئوية الكبرى 30 درجة مئوية الصغرى أما بيروت ف32 درجة مئوية الكبرى و28 درجة مئوية الصغرى أبوظبي الكبرى 45 درجة مئوية أما الصغرى 34 درجة مئوية الكويت 49 درجة مئوية الكبرى أما الصغرى في 35 درجة مئوية أخيرا في تونس 31 درجة مئوية الكبرى والصغرى 22 درجة مئوية درجات الحرارة في بعض العواصم العالمية برلين 20 درجة مئوية الكبرى و16 درجة مئوية الصغرى باريس 22 الكبرى و13 درجة مئوية الصغرى أما لندن في 22 الكبرى و16 درجة صغرى موسكو 22 درجة مئوية الكبرى وكمان 16 درجة مئوية صغرى وأخيرا واشنطن 33 درجة مئوية صغرى وأخيرا 21 درجة مئوية الصغرى بينضم إلينا دلوقتي على التريفون لمتابعة أكتر للحالة الجوية النهاردة الدكتور أحمد عبد العالى رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية دكتور أحمد أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير أهلا بحضرتك صباح الخير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهد صباح النور يا فندم يعني ممكن حضرتك تطمننا على حالة الجو النهاردة يعني إحنا من أمس بدانا ارتفاع في درجة الحرارة بين درجة ودرجة ديني النهاردة مش هيحصل ارتفاع بستمر درجة الحرارة اليوم مثل أمس يعني القاهرة 37 أمس كانت النهاردة أيضا 37 بكرة يبقى فيه ارتفاع تدريجي أيضا بالدرجة ودرجة دين حتى نهاية الأسبوع لكن هم ارتفاع الحرارة مش هو المؤثر المؤثر الأكتر هو اتفاع نسب الرتوبة حيث يستباح الباكر على القاهرة على سبيل المثال وصلت إلى 85% ودي مفروض الدرجة العظمى لنسب الرتوبة 5 طبعا ومع ذلك المفروض أنه أقل نسبة رتوبة ألف الثالثة ظهرا دي هتوصل إلى 45% ودي تعتبر نسبة عالية بالنسبة للرتوبة ذا اللي بحثتنا بدرجات حرارة كما لو كانت أعلى من المقاص الفعل طيب دكتور أحمد يعني فيما يتعلق بارتفاع الدرجات للرتوبة كما حضرتك ذكرت 85 درجة مئوية وهي دا طبعا يعني درجة كبيرة إلى أي مدى ستستمر الرتوبة في الأيام القادمة؟ يعني إحنا ما نمتاش إن إحنا ما زلنا في قصص طيب يعني قصصي أو شهري يونيو وغسطس دائما متأسلين بمتافضة للرنب المسلمة أهم سماتور ساعة الحرارة والرتوبة فهو يمكن شهر 8 كمان حستمر لأننا فيه نسب الرتوبة عالية طيب يعني أخيرا نصائح بتقدمها للوطنين يا دكتور دايما بالنوجه عدم تورط الشرسين بشرة فترة طويلة إنه مضطر يتغلب فيه أي وقت بالرقصة بشرة كاب أو ما شبه معي إذا سمي بتاعتي بشرة منها في سنة يشلم معطش بل بسمها بسلطنية الفتحة أيضا أي واحد خاصة كبير سن والأطفال بيترفع درجة حصة ولو درجة واحدة بيروح إلى آرة مستشفى الأسماقي طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد عبد العام رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية كنت معنا في هذا الصباح بشكرك جدا يا فندم